بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سنتكلم عن ال-ISP ال-ISP اختصار ل-Internet Surface Profiter أو مزود الخدمة وهي عبارة عن شركة تقدم ختمات متعلقة بالاتصالات وتحديدا في نقل البيانات وتملك ال-ISP شبكة عملاقة لكي يتم من خلالها تقديم الخدمة للعملاء وتحتاج ال-ISP لكي تتمكن من الوصول إلى العملاء سوف تحتاج إلى الكيابل سواء الكيابل والسنترالات الخاصة بالاتصالات والتي تغطي المدن والدولة بشكل عام هنا يحصل شراكة فيما بين مزود الخدمة وشركة الاتصال في تقديم الخدمة للعملاء وغالبا تكون أيضا شركة الاتصالات هي نفسها مزود الخدمة أو قد تكون مثلا مزود الخدمة هي شركة مستقلة ولكن ولكن صبعا سوف تحتاج đến التعاقد مع شركة الاتصالات وقد تكون أيضا قسم من أقسام شركة الاتصالات عندنا مثال على شركات الاتصالات الموجودة في العالم العربي عندنا هنا في السعودية يعني التصالات السعودية عندنا شركة موبايلي في مصر عندنا المصرية للاتصالات عندنا فدافون في اليمن عندنا يمن موبايل عندنا سابافون كل هذه تعتبر شركات مزودة خدمة أو هي أيضا شركات اتصالات بتقدم لنا خدمة نقل البيانات ومجموعة من الخدمات الأخرى اللي راح نحتاجها في عالم الشبكات ممكن أيضا يوجد في داخل الدولة الواحدة مثلا عشرات من مزودي الخدمة اللي بيكون متعاقدين مع شركات الاتصالات المختلفة في كل دولة الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة خدمات وهي رقم واحد خدمة الانترنت وهي أن يتم تزويد العملاء بالانترنت بسرعة يتم الاتفاق عليها وذلك في مقابل الاشتراك شهري أو سنوي حسب الاتفاق النوع الخدمة الثانية اللي بيقدمها خدمات مزودي الخدمة للعملاء هي خدمة ربط الفروع حيث يتم من خلال مزود الخدمة وباستخدام تقنية من تقنيات الشبكة الواسعة الوان يتم تقديم خدمة ربط الفروع المتباعدة جغرافيا ببعضها البعض مما يمكنهم من الاتصال ببعضهم البعض وتبادل البيانات فيما بينهم عندنا الخدمة الثالثة اللي يقدمها مزود الخدمة للمشتركين واللي هي إدارة الخدمات وإدارة الخدمات هي مثل استضافة المواقع من خلال الويب سيرفرز أو الخوادم الخاصة باستضافة المواقع والتابع للآي س بي إنشاء سيرفر لإيميلات واستضافته في شبكة المزود الخدمة استئجار سيرفرات خاصة بمزود الخدمة ويتم فيها تخزين الملفات وغيرها من الخدمات التي تقوم بإدارتها مزود الخدمة نيابة عن العملاء هذه الثلاث خدمات هي الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة العادي لعملاءه ولكن هناك مزودي الخدمة الأصغر وأشهرهم من يقدمون خدمات الإنترنت للعملاء فقط وطبعا سواء كانوا شركة زي ما ذكرنا خاصة أو في كل الأحوال لابد من الرجوع إلى شركة الاتصالات وكما ذكرنا ممكن التعامل مباشرة مع شركة الاتصالات كمزود للخدمة عملاء مزود الخدمة ويتم تصنيفهم إلى نوعين أساسيين النوع الأول وهو الشركات والمؤسسات والنوع الثاني اللي هو الأفراد في المنازل الأفراد في المنازل ما راح يحتاجوا من أكثر من الاتصال بشبكة الانترنت أما الشركات والمؤسسات فقد تحتاج إلى الثلاث خدمات مجتمعة فقد تحتاج إلى خدمة الانترنت خدمة ربط الفروع وكذلك إدارة الخدمات إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الرسالة وأتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر